عشان تشوف متى مستقبل الإيميل قرأ إيميلك عندك طريقتين يا أنك تحددها على الإيميل هذا بس أو تحددها على أكاونت الأوت لك بالكامل بعد ما تسوي نو إيميل تروح على الأوبشنز ريكوست أريد ريسيت خليني الآن مثلا أسوي هنا تست إيميل سند ولكن لازم تعرف الأوت لك أنه ما رح يعطي رد للمرسل إلا لو طلب منه تأكيد فمثلا الآن هنا تبي يدري أنه قرأ إيميلك ولا لا ومن هنا تحط يس ولا نو فمثلا أقول يس واروح الإيميل للآخر هذا الإيميل اللي بيوصلك أنك قراه المستخدم ويحط لك التاريخ والوقت وإلى آخر والطريقة الثانية عشان تحدد أن كل إيميل مرسل من حسابك يطلب من المستقبل تأكيد قراءة الإيميل أو لا تروح File Options تروح هنا على الميل تنزل إليه آخر شيء في شيء اسمه Tracking بعد التراكنج في هنا Read Receipt Confirming تحت صح بعدين تضغط أوكي أي إيميل يطلع من عندك رح يطلع هل تبي الشخص يدري أنك قرأت الإيميل ولا لا ترجمة نانسي قنقر